نهاردة رئيس الوزراء بيعلن حزمة قرارات جديدة وبدء تنفذها بإذن الله سبحانه وتعالى من الأسبوع الجاي ترشيد استهلاك الكهرباء في مباني الحكومة أولاً فالحكومة تبدأ بنفسها إيقاف الإنارات الخارجية للميادين العامة حلو؟ تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع المحافظات بنعمل كده ليه؟ علشان أقل الفطورة الكهرباء قدر الإمكان طب أنا عايز أقل الفطورة الكهرباء ليه؟ والكهرباء دي بتجيلي من محطة توليد الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء دي بتشتغل إزاي؟ بتشتغل هما بحاجتين يا سولار يا غاز أنا عايز الغاز بتاعي أصدر وشغل مصانع يعني إنتاج أصدر يعني جيب دولارات حلو؟ يبقى أنا أعمل إيه؟ آه ده أنا عندي عامل من عوامل الإنتاج أعمل بيه إيه؟ أستثمره ده الغاز السولار بنستورده يبقى نقلل حجم استهلاكنا للسولار في محطات الكهرباء يعني إيه هنقلله؟ يعني هنقفل محطات الكهرباء؟ لا واللي هيقول لك كده ما بيفهمش حاجة وعاوز يصيع عليك وعاوز يلخبط لك دماغك لا هي القصة إنه هتفضل المحطات شغلة وكل حاجة وبكفائتها وبتقطها وزي الفل زي الفل المسألة كلها في إيه؟ في إنه إنت تقلل استهلاكك وبالتالي أنا كمان هقلل استهلاكي أنا بقى هنا كمحطة الكهرباء أنا هنا الدولة اللي حصل أو اللي تقال أو القرارات دي كانت خلال المؤتمر الصحفي اللي أكد فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية لتخفيف العبء على المواطن يبقى أنا بعمل إيه؟ لما أنا أقلل المستهلكات دي بتاعت الدولة باخد الفلوس دي الدولة متخدشش بيها السيمة يعني يتعامل بيها إيه؟ أوسع بيها مظلة الحماية الاجتماعية أزود من إجراءاتي اللي تحمي المواطنين أزود من مبادراتي اللي بتطبطب على أهلين اللي على قد حالهم حبتين وهنا بيوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة بالفعل خادت أكتر من إجراء لتخفيف الضغط على المواطن وتخفيف الضغط على استخدامات العملة الصعبة يعني إحنا بنشتغل بمنتهى الحرص بمنتهى الدقة أنا عايزك قبل ما ناخد جانب من كلام سيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أفكر معاك في جملة حضرتك مش هقولك يا عم بتستسمر ولا بتاع أنت راجل زي حالتي كده موظف بتستنى للمهية كل أول شهر علشان نشوفها تتوزع إزاي في المصروفات الأساسية بتاعتنا ماشي؟ طيب إذا افترضنا يا عم إن في مبلغ ما أنت بتحطه على جنب علشان خاطر تعمل بي حاجة أي شيء يعني من الأجل المتعوطر فيه في حياتك أنت وأسرتك الكريمة أنا في رأيي أو هقولك تاخد الفلوس دي وتصرفها بالكامل على الفانتازية ولا مثلا تقول إيه؟ آه أنا برضو لازم أفسح العيال وهيصهم بس مش بالمبلغ ده إحنا هنقلل المبلغ شوية وبرضو لازم نحط فلوس على جنب ده لازم يحصل فلوس على جنب دي بقى تحطها شهدة تحطها مش عارف إيه تشتري بيها حتة دهب هتنفعك في يوم من الأيام يا سلام سلم بقى لو تروح حضرتك يبقى إيه مخك نور كده وتعمل مشروع على جنب صغير يزود الدخل ويساعدك على المعايش بالتعبير بتاع أهلينا نعمل مشروع يساعدنا على المعايش دي نصيحة خدت بيها كسبت مخدتش بيها برحتك خلونا نسمع جانب من كلمة رئيس مجلس الوزراء ونرجع نكمل الكلام الحقيقة كان توجيهات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية الحقيقة إحنا كدولة يعني تم التوافق عليها وتم يمكن شرحنا لحضراتكم إن إحنا إن شاء الله اعتبارا من نهاية هذا الشهر أو بداية شهر سبتمبر حنبدأ في تطبيقها اللي بتهدف في الأساس إلى تخفيف الأعباء عن المواطن المصري وفي نفس الوقت الحقيقة أيضا يعني إحنا اتخذنا العديد من الإجراءات اللي بنحاول بيها بقدر الإمكان تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة اللي بقت موجودة النهاردة واللي تزايدت بطريقة غير مسبوقة لنتيجة لتضاعف أسعار السلع الأساسية اللي الدولة المصرية بتستهردها اللي بقت موجودة النهاردة اللي بقت موجودة النهاردة